طبعا أنا بشكرك يا دكتور حمد وعايز أطمن برضو الناس على البعد البيئي والبعد البيئي مش فقط نتائجه بعدما المشروع يخلص في المنطقة اللي بيشتغل فيها لأنا أيضا الناس العاملين في هذا الأمر الحقيقة فندم النقطة اللي فيتك أثرتها دي نقطة مهمة جدا هو معمول للمشروع دراسات بيئية على أعلى مستوى دايما العاملين في المشروع تحت رقابة شديدة جدا ورجال لهيئة المواد النوية الوقاية الإشعاع قعدة معهم ليلة نهار بأجهزتهم في رائع حماية ليهم رائعة حتى إحنا يا فندم منظمين ساعات عملهم بحيث ما يتعرضوش لجرعات عن دليمة معين بنحط العامل قدام ساعات معينة لو زاد عنها ممكن يتعرض لكن إحنا حطر له ساعات تاني حاجة سيادتك بالنسبة للمنظاية بالذات والذركن دول محفوظين في باكت جمعيا بيمنع التسريب الإشعاعي تماما المنظومة قوية جدا لأنه يهمنا في الأول والآخر بيئة العمل وثلامة بيئة العمل بما فيها العاملين فأنا بطمّن سيادتك جدا للبعد البيئي متوفر تماما ما فيش أي مشاكل بيئة ممكن يتعرضوا لخلص ساعات العمل منتظمة الجرعات الإشعاعية ضعيفة لا تركة إن هي تصيب أحد لقدر الله كل شيء تقريبا محسوب في هذا المشروع الصديق تماما للبيئة طيب إنتوا لو إنتوا شايفين إن إحنا محتاجين مواد كالارتداءها للعملين أو كده إحنا مستعدين نعمل ده يعني نبقى متحوطين أكتر حرسين أكتر عشان في النهاية ما هو اللي شغال بالشغال يوم ولا شهر ده شغال على طول فإحنا عايزين نبقى متطمّنين من الكلام ده لدول أهلنا فعايزين نتطمّن إن الشغل ده ملوش أي تأثير صحي على الإنسان من خلال الإجراءات اللي بتتعمل بالدرسات اللي أنتوا عارفينها والمعايير المعمول بيها وأيضا بالإحتياطات اللي إحنا ممكن نحققها يتبقى شيء عايز أقوله للمشروع ده إحنا انتظرنا المشروع ده فترة كبيرة قوي يعني كنا متابعينه مع الناس اللي شغال فيه معكم وكلكم خلال الثلاث سنين اللي فاتوا أكتر عبان ما بتادينا بتادي المعدات تيجي وبتاعة خارت أكتر من الثلاث سنين مش كده وليد ولا مش كده طيب أنا عايز أقول لي أنا بأتكلم بقى القطاع الخاص وبأتكلم حتى للشركات اللي اشتغلت معنا في هذا المجال شركات محلية زي حسن علام وغيرها دكتور مصطف وكل اللي اشتغل أنا بقول لك دلوقتي انت عرفت المصار مش كده ده مصار انتوا عبال ما عملتوه خدتوا وقت كتير فيه وعبال ما يعني المكونات المشروع والطرح وكلام اللي هو بيتعمل ده عشان المعدات دي تيجي ثم الستين في المية اللي انتوا قلتوا عليهم كمنتجات بتتعمل في مصر والباقي ممكن يتم استرادوا من الخارج الكلام ده اللي ما كنتمتش معك دكتور حامل ده اللي كلمته معهم قلت لهم ايه سؤال حجم الاحتراطات اللي موجودة هنا تكفي قد ايه وحجم الطلب العالمي قد ايه ده كان سؤال اللي انا قلت على مقتضاء هل فيه فرصة اكتر من ده يعني يتعمل مشروع واثنين وثلاثة ولا لا لان ممكن يكون الطلب هو اللي بيحدد يعني فكان السؤال بقوله وبسمعه للقطاع الخاص من اول المشروع ده متاح الدكتور مصطفى ايوة متاح لكم ان انتم تخشوا فيه طبعا اللي عايز يتفضل وكلام ده بقوله في كل مشروع افتتحه عشان طب طب بتقولي طب احنا ما ديتناش الفرصة من الاول ليه الفرصة طب ما كانت موجودة على مدى اربعين خمسين سنة دكتور حامد صحيح يا فرح لا بامانة يعني اوه فرح مش كده يعني بقى احنا هارفين ان في حاجة زي كده بمصر ولكن كاجراءات تتعمل عشان يطلق مشروع زي كده ما جاتش فرصة حقول ما جاتش فرصة مش حقول اي حاجة تانية لان ما حدش ابدا حيبقى شاف ان في خير ويا دكتور مصطفى ولا بقى احنا بنزلم الاخرين وبنزلم نفسنا في الكلام لا اي حد في مصر مسؤول اي مكان موقعه حيبقى حريص على ان هو لو في مجال لخير هيعمله لكن ما حصلش ما بغيتش فرصة اي بقول ان فرصة جات باي بان فيه ما صار احنا نجحنا فيه دلوقتي وعرفنا تفاصيله وبقى فيه حاجة تشكلت وخارجت للنور في المشروع ده الاجابة اللي انتو عايزين تسمعوها ان دراسات الجدوة انا بقول الكلام ده للي بيهتم بالشغل ده اللي عايز يخش في مشروع زي ده بقول له دراسات الجدوة بحجم الاحتياطيات تخليك تخشي تشتغل في الموضوع ده وانت مستريح دي واحد نمرة اتنين طلب السوق العالمي لهذا الموضوع كبير جدا جدا يلبي اي منتج انت حتطلعوه يتبقى جزء في القيمة المضافة اللي اللي طرحت هنا ده موضوع تاني خالص يعني فيه خمات ما لهاش قيمة مضافة عبدا هي حتتبع خمات كده وفيه خمات طلعة ممكن تعمل منها شغل في مصر قد يكون هيتكلف كتير عشان يطلع وخبرات كبيرة برضو كل ده بنقوله عشان البيانات اللي موجودة عندنا الدكتور حامل وجهاز الخدمة الوطنية وكل من هو معني بالموضوع ده البيانات والوهلوات يا دكتور مصطفى المتاحة للمشروع متاحة للكل اللي عايز يشتغل في هذا الامر ليه بقى قادها هوليد أنا بقول إيه قلت السؤال وإجابته قلت هل الاحتياطات اللي موجودة تكفي أن حضرك تحط السسمرات لهذا الموضوع آه طب حجم الطلب العالمي على المنتج اللي طالع موجود آه يبقى فاضل إيه فاضل إيه دكتور مصطفى نعمل المشروع ما قلتش الدولة بقى ما قلتش إيه ما قلتش الدولة لا بقول تاني للقطاع الخاص حتى للشركات اللي ابتدت تشتغل فيه تخش تتحرك معنا طب تعمل كم واحد كم مصنع زي كده أو كم مجمع زي كده واحد اتنين عشرة انت بتتكلم الكيلو بياخد سنة دكتور حمد تقريبا الكيلو بياخد سنة نعم طيب انت بتتكلم في 400 كيلو مش كده يا دكتور مصطفى ده اللي انتو تأكدوا منه صح؟ صحيح يعني يعني لو فرد يعني في شركة واحدة تقدر تشتغل كده 400 سنة طب لو عشرة شركات 40 سنة مش كده ولا ايه طب يلا انا بقول كده للشركات تاني عشان فيه فرصة للموضوع دوت حتى على ضوء المؤكد دلوقتي احنا فيه كلام تاني شغالين في نشوف هل فيه فرصة تاني زي ما قال كده في بحيرة ناصر وبرنيس وحيطة تانية وممكن او ان احنا كمان يبقى فيها الشغل ده اذا ممكن نعمل مصنع واثنين وثلاثة واربعة سواء بشركات القطاع الخاص او لو هي عايزة تخش حتى في شراكة مع الدولة دكتور مصطفى احنا ايه جاهزين جاهزين يعني ايه المشروع ده تقريبا يعني يعني 200 مليون دولار يا وليد دريبا لا كله على بعضه يعني هنقول الاربعة مليار جنيه يعني لو حبيتوا تعملوا مصنعين ثلاثة اربعة يعني هيكلفوا عشرين لكن انا اتكون على المكون الدولار اللي فيهم لكن اتركوا كل المنتج اللي بيطلع من هنا بيتم تصديره في الغالب يعني ولا انا دكتور حامد ايو فندم يعني حيبقى فرصة ان كنت تصدر يا دكتور بصفة شوية بالرغم الحلم اريد تقول حاجة لا يا فندم يعني احنا بنشكر ثيادتك على الفكر والطرح التي تقوله بتشجيع القطاعات المعنية والقطاع الخاص بالمساهمة لان المناطق اللي سيادتك تفضلت وذكرتها في الجنوب ده فيها تركيزات اعلى من اللي احنا بصدده اليوم يعني تركيزات مضعفة تركيزات يعني عايز تقول الجدوى بتاعته اعلى من هذا اه طبعا طبعا فانا عايز اقول ايه لكل الشركات المصرية حتى لو لم يكن معنية بالموضوع الصورة المعدنية مش لازم يعني كبيرة الرقم اللي بنتكلم فيه مش كبير لكن في النهاية ده مشروع بيدار بشكل يعني بعائد طيب جدا جدا يزيد عن ال20-25% ولا لا طيب طيب احنا نتكلم على عائد لان اي حد في القطاع الخاص هيبقى بيفكر في العائد بتاعه يعني فبنقول خلي بالك ده ليه عوايد كويس او ولو احنا قدرنا نعمل الصناعات القيمة المضافة ليه ده موضوع تاني خالص طب اقول كده ليه بقول للقطاع الخاص شكل مجموعات متوفقة مع بعضها انتو اصدقاء وتشتغلوا مع بعض فكروا انتو تقولوا طب هنعمل كيان نحط فيه مثلا 25-30 مليار جنيه بتدفقات مالية المشروع ممكن يخلص في سنتين مش كده وليد ولا ايه للوقت اه سنتين مع درسات جاهزة للوقت لا انا اقول حتى المصار اللي احنا مش هنا فيه خد مننا وقت لكن هم مش حاجدوا درسات تالي مش اتحد درسات طيب فانا بقول في سنتين يبقى انا النهارده لو قلت فيه 20-25 30 مليار جنيه من القطاع الخاص الشغال في الموضوع ده بتدفقات مالية خلال سنتين هيكون عندنا مصنعين ثلاثة اربعة اكتر وزي من تشافين الفرصة كده بقولي الكلام ده دلوقت ليه عشان احنا ما عندناش وقت او فرصة نضيعها نقول ايه طب ماشي بقى ان شاء الله نفكر لا مفيش نفكر الحاجة الحمد لله رب العالمين وانا بكلمكم انا مش اول مرة اسمع الموضوع دلوقتي واول مرة تشوفونا بقى احنا ما نفتتعه النهارده لكن لا ده الموضوع متابع بدقة شديدة ويعني عشان ده فلوس بنحطها وعندنا امل تجيب لنا حاجة ده جنب ده جنب ده تقوم البلد يا دكتور المصافة تطلع ايه تطلع لقدان فارجو ان احنا الرسالة تصل للقطاع الخاص احنا مستعدين خشوا لوحدكم هنساعد معاكم عايزين تخشوا بشراكة مفيش مشكلة بس عشان نقدر نعمل اكتر من المجمعات اللي احنا بنتكلم فيها دين فقبل ما بشكر الدكتور حامد وبشكر كل القائمين على العمل ده وبشكر الدكتور شاكر دايما الخير معايا وبشكر الدكتور شاكر على افتتاح المشروع ده وطبعا يعني انا شاف ان كل الامور الاساسية اللي انتم محتاجينها بقت متوفرة سؤكة تميت معالجة تحليت بحر او الكهرباء او الطرق ونكمل فنشكر كل الشركات المدني الشركات التعدين كل اللي اشتغل في هذا المشروع بواجلهم التحية والشكر بقول اول مرة نقدم على خطوة في هذا المجال في مصر فبالتالي انتم هتبقوا رواد لهذا العمل ربنا سبحانه وتعالى يجعل فيه خير كتير ونتحرك ونفتتح مجمعات زي كده الدولة تفتتح ان شاء الله خلال السنوات القليلة القادمة في النهاية بنشغل ناس في النهاية بنجيب عويد بالعملة الحرة كويسة بنوفر فلوس احنا كنا بنشتري بيها منتجات زي كده هنبقى احنا بنطلحها من عندنا بتتباع جوا السوق في مصر بعد كده خلي بالكم للناس برضو تعرف ان بعد ما بينتهي المشروع هنا بقت الشواطئ اللي موجودة ديت يعني احنا لما جم كنا عاملين مشروع لرشيد فالدكتور مصفى قال لي طب كده احنا هنوقف الخطة بتاعت رشيد اللي هو الكام كل اللي احنا مش وليد لا ده دولة بتفكر في كل شي بما في ده فكان كلامنا ان احنا في نهاية الاستخراج للمنطقة دي بقت المنطقة دي جاهزة تماما انها تشتغل للتنمية تعمل عليها شواطئ وتعمل عليها سكن وتعمل عليها مشروعات لصالح الناس اللي هم اهالي المواجهة الربعمية كيلو او الخمسمائة كيلو اللي احنا بنكينا عملها من تمناطق دول شكرا جزيلا و بشكرك شكرا 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 شكرا